أخرج الإمام أحمد رحمه الله في المسند والإمام الترمذي رحمه الله في سننه من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه وهذا من الحديث العظيمة أورده ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الوابل الصيب من الكلم الطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل فيعمل بها وأنه كاد يبطئ بها فقال له عيسى عليه السلام إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم فقال يحيى عليه السلام أخشى إن سبقتني أن يخصف بي وأعذب فجمع يحيى الناس في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وجلس الناس في الشرف فقال يحيى للناس عليه السلام إن الله أمركم بخمس كلمات إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن أن أعملهن وأمركم أن تعملوا بهن أولهن ونقف معها إن شاء الله أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فمثل من أشرك وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورع فقال له هذه داري وهذا عملي فاعمل 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 وأد إلي فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك هذا الحديث العظيم من الأحاديث التي يجب أن يحفظها المسلم وأن يتعلمها وأن يعمل بها حديث عظيمة منها هذا الحديث كما قال ابن القيم رحمه الله فربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه يحيى ابن زكريا كما أمر جميع الأنبياء والمرسلين ربنا سبحانه وتعالى قال وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُودِ فهذا يوافق هذه الآية فربنا أمر يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات العظيمة وبدأها أولا بالتوحيد قال وأنه كاد أن يبطئ بها يعني ما أخر ولكن كاد أن يبطئ بها فعند ذلك ذكره وحثه وأيده نبي الله عيسى لأنهما ابناء الخالة عليهما الصلاة والسلام فقال له إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم وهكذا يجب التواصي بالحق ويجب النصيحة كما قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فإذا كان أنبياء كرام عليهم الصلاة والسلام والمحفوظين من عند الله جل وعلا يتواصون فيما بينهم شاكد المؤمن يا أخوان يقبل النصيحة والورط كثير من الناس إنهم ما بيقبلوا النصيحة النصيحة ما بيقبلوا وخاصة إذا جعلك حرف الدالي قبل اسمه بيقى دكتور دا إلا من رحم الله يقبل لك النصيحة إلا ما رحم ربه وقليل ما هم شاكد أخوانا الإنسان ما يتكبر وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإث فحسبه جهنم ولبئس المهال ربنا قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ولذلك أخوانا بأول فايدة الفايدة الثانية أن نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام قال أخشى إن سبقتني أخشى إن سبقتني أن يخسف بي وأعذب إذا أنا ما بلغت أخاف من الله ده نبي بقول كذا أخاف من ربنا سبحانه وتعالى إنه يعذبني ربنا يعذبني لأنه تأخر في بلاغ ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأعظمه التوحيد فكيف ليس الذين يتأخرون في بيان التوحيد كيف بالذين يدافعون عن أهل الشري ألبي يدافع عنهم ذلك كيف وكيف بالناس ألبي يعتذروا ليهم وكيف بالناس ألبي يمشوا معاهم يأكلوا معاهم رز أما تخشون أن يخصف الله بكم أو يعذبكم جماعة أنصار سنة وما عرف ليك مين صف وجية عطال ملقاطين بيجاي في إمتى قعدين أما تخشون الله سبحانه وتعالى أن يخصف بكم بس مجموعة قعدين للباطل والضلال أقعدين في أشياء حتى لو كانت من الدين لكن ليست هي أس الدين وأساس الدين الذي هو التوحيد تلقون بالشاكل في مسألة البنطلون ولا بالشاكل في مسألة تانية في إمتى ويترك الأصل العظيم الذي هو دعوة الناس للتوحيد وبعضهم يقدح في دعاة التوحيد بل ويدافي عن دعاة الشر بالله سبحانه وتعالى يطعم في أخوانه دعاة التوحيد البناط حلو في دعاة الشرق والباطل يطعم فيهم بورا في إمتى وديه الكتار جدا وكمان في وحدين وصلوا مرحلة إنهم يدافوا عن الشرق والله واحد إمام جامع ما حنذكر اسمه ولن يهنأ بذلك في إمتى ده بقول ليه تتبعوا زلات الإزير والخنجر ونحن اتبعنا وزول وقف فيه نص السوق وقام كشف عورته ونحن قلنا لها زول اتقل لا لا تكشف عورتك أمام الناس رفته تجي تقول أنه نحن كشفناه وقدام الناس نحن دارين نسره في إمتى ففي ناس من الذين يتبعون لهذه الجماعات يدافعون عن الإزيري ولولا أنهم من المغمورين لما لأتينا بأسمائهم ولكنهم لا يستهلون وكفى بذلك خزياً وعاراً وشناراً عليهم تدافع عن الإزيري أل بيقول إذا السماء انشقت لو قلت الله في السماء طيب إذا السماء انشقت ربنا ابتلبوا اللشنه يوم القيامة الكذاب المجرم ومن قال أن الله يحتاج إلى السماء ألقلك منه من قال ذلك نحن نقول أن الله في السماء أي في العلو وأن الله فوق العرش الذي هو فوق السماوات بل ما السماوات السبع والأراضين السبع في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات فكيف نقول وكيف يسيء الكاذب المفتري الذي يريد أن يشوه الحق وأهله أننا نقول أن الله يحتاج إلى السماء أو أن الله داخل السماء شوف النازل مجرم وكذب وفجر لياتوا درجة رفت فدزول دين ناس يمشي يقعد مع دين ونبي الله يحيى يقول أخشى إن سبقتني أن يخسف بي وأعذب وعذب رفت شان كده شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتكلم عن نوع من الصوفية اللي هم صوفية اليوم اللي بيقولوا أنت بتعبد الله لغاية ما أنت تبقى الله ذاته والكلام دا ما قالوا دين طرنقا دين كتور جوب البيجاي دا لا كلام دا قالوا الرؤوس الكبارة القدام تعين الصوفية ناس ابن عربي وابن حلاج وابن سبعين وابن الفارق وابو يزيد البسطاني وناس احمد الطيب البشير وناس البرعي وناس القادري وغيره من شيخ الطرق في القديم والحديث بيقولوا يقولوا أنت بتعبد الله لغاية ما تعبد الله قالوا أعبده ويعبدني كتاب فصوص الحكم بن غسين فصوص الكفر عرفت بتاع ابن عربي بيبيعوا الآن في الدارة السودانية للكتب قالوا وأعبده لربنا تعالى الله عن قول هذا الملحد علوا كبيرا ويعبدني قال الله بيعبده وأحمده ويحمدني سبحاني سبحاني ما أجلني وأعظم شاني أقال أنت من أهوى ومن أهوى أنا يعني أنا الله وألا أنا نعوذ بالله أنت من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحاني حللنا بدنا فإن أبصرتنا أبصرته وإن أبصرته أبصرتنا وهم القائلون وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي عرفت؟ والكلام ده ذكر العلم من بدر زي ما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله شاكد الإمام الذهبي قال إذا لم يكن في كتب ابن عربي كفر فليس في الدنيا كفر وكذلك ذكر كلام الحلاج الإمام العلامة ابن كثير الدمشقي الزرعي الشافعي المفسر رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة الحسين ابن منصور الحلاج وأنه كان مشعبذا دجالا منسلخا من الدين وزول بتحيل يقوم يجيب واحد من الدراوش يقول لا أسمح في جدادة وتفحتين وثلاثة منجايات أمشي المحلة الفلانية في الخلاء أتفنن نحن بكرة عندنا تمثيلية ظريفة لما أدي السوق واقف الصوفية بتاعي زمان مع الضلال بتاعهم كان عندهم طايق بيعملوا وهمات في شكل قلبات لكن ده قاعد لمحله دائرة تجيك كده ما بتجيك لابد تشتغل تتعب حللها شوية شوية حلل القروجة الحياب في إمتى فده كان بيمشي يدفن بالليل كان عنده حية بعد ذلك يكونوا قاعدين الصباح تاني يوم الصباح يكونوا قاعدين كلهم صباح واحد من الدراويش ده الدفنة ذاته الدفنة ذاته يقول له يا شيخ دارين نمرك سياحة يعني نمشي الخلاء وكده ونتأمل في آيات الله طبعا دي كلها التمثيلية بدت من هنا ده الفصل الأول في إمتى بعد ذلك بيمشوا لما يحصلوا الخلاء يقول له والله يا شيخ يا أخي أنا والله جعت عديل ونحن سامعين أنه أنت زل ولي صالح وعلاقتك بأله قوية وكده فأنا دار لي حاجات لو ما جبت عليها السي أنا ما بأختنع به في إمتى تجيب لي جدادة آآ برص وتجيب لي منقة بلدية وتجيب لي حاجات ما في وما ممكن يجيبها له في المحل الذي في الخلاء قل لي يا أخي الشغلة دي كيف قل له بس يا أبويا الشغ شان أختنع به الحلاج يعني أعمل فوق جاري السبحة وعمل فوق متخشع وعمل فوق بيدعو الله يقول له خلاص أمشي أحفر هناك دم حل دفنة ذاته يقول شابه الناس فزال مجرم ديل كان عندهم شغل أما ديل شغلة دي واقفة أسيدي ما قال ده قل لا سيدي ده ده لأ صلعة شغلة دي ما ده لأ صلعة المهم فديل ناس مجرمين وملاحدة وده المنهج الصوف الصوفي قال فجمعهم يحيى عليه السلام في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد ويعني وقفوا على الشرف الشرف بتاعت المسجد ثم قال لبني إسرائيل إن الله عمرني بخمس كلمات أن آمركم بهن وأن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولاهن نقف مع الأولى أولى قدام إن شاء الله نفصل في الأخر قال أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أول حاجة في دعوة الأنبياء كانوا بيعملوا جنه بيبدوا بالعقيدة والتوحيد لما انجمع الناس نبي الله يحيى عليه السلام ما دائر منهم جرش ما دائر منهم تعريفة ما دائر منهم يصوتوا لي ما دائر منهم مكانة دنيوية وإنما يريد منهم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا أمشي أمر بابني إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى أمر بها هذا النبي الكريم نفسه النبي ذاته ربنا سبحانه وتعالى أمره هذا النبي الكريم يحيى بن زكريا ربنا قال ليه أن تعمل بهن رفتا إذا كان النبي النبي من الأنبياء ربنا بقول ليه تعبد الله ولا تشرك بالله ده النبي وتعمل بالكلام ده عن إحنا كيف في زماننا ده النبي ذات الأنبياء ده ما ممكن يقع في الشريك رفتا فربنا بأمرهم بذلك أفلا يؤمر الناس وبقية الناس بالتوحيد قال يا ابني قال ومثل وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله زمان في العبيد والعبيد مش المقصود ده لهم معين أو جنس معين زي ما هي نبزة عند السودانيين وده كل باطل وإنما العبيد زي ما قالوا العلماء هي صفة حكمية يعني تقع على الإنسان بسبب الأسر في الحرب إنت أساروك في الحرب وإنت كافر بتبقى شنو تبقى عب ولو كنت من قريش لو كنت من قريش ذات وكنت كافر وأساروك رفتا فتبقى شنو تبقى عب قال كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله فقال له من ذهب أو ورق دفع فيه قروش قال هذه داري وهذا عملي فأعمل لي وأدي إليه دي ده بأتي وده شغل حقي اشتغل وجب لي الخراج والقروش قال فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده مثل هذا أو كما قال عرفت إنه أسل الله لده مثلا ده برسل لناس يجمعوا القروش مثلا أو يبيعوا الحجبات طيب أنا بيعت الحجبات مثلا وشلت القروش وجيت الديت لأخواننا دين بترضى والله يجر العكاز يقع في الناس دي من طرف صحة أو لا ما صح طيب يا أخي انت مخلوق ما بترضى الكلام دي لنفسك كيف ترضاه ليا رب العالمي شاكده ربنا قال في صورة الروم شوف الأمثلة دي واضحة أبين للزول العند عقل ويتفكر ربنا سبحانه وتعالى قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم من نفس كتة هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ربنا ضرب لك مثل أجرت زول اشتغلك شغلة في البيت أو زي المثل بتاع نبي الله يحيى بن زكريا عليه السلام جبت زول اشتريته بحر مالك يخدم لك في البيت والمنزل ويؤدي لك هل انت بتخاف منه يشاركك في زوجتك بتخاف هل بترضي شاركك في أموالك هاي يقول لك أنا مش أغلق المرأة بالنص ولا الجروج حجة الحافلة التوريدة بالنص والأولاد ذاتهم بالنص والبيت بالنص كله هل ممكن اتجرعه لده طيب ربنا سبحانه وتعالى خلقك وخلقه وخلق العمل وخلق البيت اللي انت فوقه وخلق لك النعم اللي انت بتتقلب فيها بدل ما تشكر الله وتعبد الله تعبد مخلوق تصرف ليه والعبادة حقا الله ما ربنا خلقك قال لك العبادة أصرف ليه أنا تقول تشيل العبادة تصرف للمخلوقين شكده اخوانا القرآن قطع الحجج بتاعة المشركين من أصولها وما ترك لمشرك حجة ان يعبد ويدعو غير الله سبحانه وتعالى شكده اي زل يقرى القرآن ويتأمل ويتدبر يجد فيه من الحجج العظيم القوية التي تضحف الشرك وشبهة الشرك شبهة الشرك وكلام المشركين وأهل الضلال والباطل رفتا شكده مما تقرأ القرآن لصوف تلقاه مستحضر طوال نزلت فينا آيات المشركين يعني أن أنزل فيك شنو انت أنزل فيك إن المتقين في ظلال وعيون ما بنزل فيك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ليه لأنك بتنادي غير الله سبحانه وتعالى وتعتقد إنه ينفع ويدر إلى غير ذلك ولذلك يجب على الناس أن يتعلموا هذه الحديث والآيات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نحن أولا أن نعمل بهن والإخلاص والتوفيق وأن يبصر المسلمين بأمور دينهم ويقدم المتحدث من بعد